كابتن همام بالفعل منياً أبدي وانت كلك بدايات يعني أختار الموضوع ممكن اللي ما يسبب آثار سلبية أو أمور سلبية وأبد منياً من مسألة انتقالك إلى أهل بنغاز الليبي تم الموضوع تمت الصفقة وش وقت راح تلتحق بالفريق؟ أول شي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشكر كملت كل شي على خير ووقعت وكل شي تمام إن شاء الله دعنتظر هاليومين ثلاثة إن شاء الله بس أكمل عندي شغلات إن شاء الله مسافر الأفريقي ونادي إن شاء الله جديد إن شاء الله أتمنى أن كل الموافقية وأتمنى أن الموافقية لأخوتي اللاعبين وجمهور نادر القوات الجوية وكذلك وكل الجماهر العراقية أتمنى أن تكون داعم إن شاء الله لمنتخبنا تارب التام ظروف كل الصعب أن أمر بيها نحن كلاعبين أتمنى أن كل الناس توقفوا معنا توقفوا كل شيء والله أمامي أنا جد ما أحاول قدر الإمكان أن أبتعد عن هذا الموضوع بس أشوف أكوي يعني انكسارات حقيقية بداخلك من خلال صوتك من خلال ردة فعلك حتى دا أشوف مثلا بويتشك ممكن قلة نوم صحيح والله صحيح أقول الله موجود الله دي يباوى والله هو ياخد حقي شون ما بساعدهم هو يباوى شون العالم دت يعني دت يعني كلها ضده وكل الناس يعني أقرب واحد إليك دي يصير ضدك مو وياك شنو السبب ما أحد ما دي يعرف أنا بصراحة أنا من ذاتي ما داعرف شنو السبب يعني هل هاي المباراة مباراة إيران يعني محط كل الاسنين اللعبت بالمنتخب كل اللي قدمت بالمنتخب ما أعرف بعض بس أقول الله موجود كابتن يعني أنا ممكن أتحفظ على هاي القضية ولكن يبدو أنه الموضوع صار مشاعل أمام الجميع من نتحدث عن أنه هناك لاعبين ممكن يدفعون يعني حتى ممكن يتم تسقيط شخص أو شراء مواقع إلكترونية اليوم من يصدر الموضوع من همام هذا موضوع خطير جدا طبعا يعني طبعا أنا كو لاعبين والله بصراحة يعني حسب ما يعني سماعي ثاني همي يعني واحد يجوز ما شاي بس سماعة يعني وأن اللاعبين يقولنا كو لاعبين يدفعون بالمنتخب يسقطون فلان حتى يصعدون فلان يعني هاي بصراحة يعني هاي الفترة غير هاي موجودة يعني سقطون فلان حتى يصعدون فلان ما تعرف شنو الأسباب يعني هل هذا الشخص اللي يقدم هاي كل السنوات الراحت يعني بلاحظة هي شي كل العام تقوله بضده همام من يجي لاعب ممكن ما يسعفه مستوى الفني يروح يشتره مواقع حتى ممكن يسقط زميل إليه مهيش أنت دمرت المنطقة بالوطنية طبعا يعني طبعا والله ناس يعني نقول الله موجود الله ياخد حقنا احنا كلاعبين كل اللاعبين اللي انظلموا يعني بها الفترة الأخيرة كل اللاعبين انظلموا ماكو لاعب ما انظلم مو مثل التركيز معاك وبنسبة أقل مع صفاء هادي أنا خلي أردأ سئلك هاي السؤال ما من المعقول أنت بعيد عن هاي القضية ممكن هاي الانتقاد الحاد يعني خلال خمسة أشهر ممكن صار الانتقاد مو طبيعي هاي الموضوع أكيد تلمسته وكو ممكن تفسير بداخلك إليه صحيح وصراحة يعني لا يعني التدارف والتالناس يعني همام طلع يعني مو باللعبان باللعبة كوريا خبرا ما لعبت محروم نعم الناس هجما مو طبيعية ماني محروم ماني مدى ألعاب حطوني بالتشكيلة ويا إيران المدرب حطي بالتشكيلة قبل اللعبة يعني ما أقول لك شنو السب والشتم عليمن يعني شنو ما وصلت بك حالة قلت ممكن عم خل أبطل مثلا هي والله العظيم والله قلت خلص بعد يعني بعد مارض حتى طوب ألعب عم يا دا لهيش يعني أبوك يعني ميت يعني ألف رحم على روحك يرحم والديك يعني طلعوه يعني يعني غلط مطبيعي علي وعلى أهلي يعني ماكوا واحد ما خلوه لي واحد حتى أخوتي ماكوا واحد من أهلي خاف مثلا تقول يابا أنا ما أريد أروح للمنتخب ممكن يستدعيك وأنت تقول يابا ما روح أروح للمنتخب يعتبرونك متخاضي صحيح صحيح هاي هاي دا تصير يعني خلوني يعني هذا بالي مسوي شي غلط يعني ضاروا بحد غلط إفشاروا وغلطوا ومسبب مو طبيعي لحد الآن لحد الآن يعني لحد الآن ما تعرف شنو السبب مغادرتك ممكن إلى الدور الليبي اللي البعض يتحدث إنه هو ممكن الدور العراقي ونادي القوات الجوية بنجيه ممكن أفضل سبب من أسباب مغادرتك العراق إنه هذا الموضوع صحيح يعني سبب يعني أنا بتعادي يعني أقول خلى شوية مو أغير جو خلى روح أشوف يعني أشوف مستقبلي بل كتاني يعني جوز أروح هناك الله يوفقني وأمشي وهي هذا أبقى هنا أنا أتفلش أبطل طوبة بصراحة يعني أنا أقول لك يعني مع احتراماتي النادي القوات الجوية الجمهور يعني باقي الجوية بقيت خلاص يعني ما عندي أي مشكلة كل شي بقى وكل شي بقى على هاي ورا مبارات السوبر تخابروني تقولوا لي انت ما لك رغبة للفريقة شو مباع لو تشك ما لك رغبة للفريقة تريد قوات الجوية تريد تروح تريد تروح أنا سوي قيت هاي بعض خلاص ما طول طلع منها دوم خلاص خلى يعني أنا خاطر تشقر من سقور القوات الجوية واحد من أبناء النادي أنا شما أقدم لهذا الجمهور أمين ما أورفيش مو بس جمهور قوات الجوية كل الجماعة لان البعض اعتبارها فقط نادر قوات الجوية لأ أنا كل الجماهر على راسي بس أنا انت كتبت فقط هذا نادي خلاص صحيح أنا كتبت فقط بس ما أنا أقصد بها يعني الإدارة ما أنا النادي القوات الجوية كلي كل الناس تعرف مهم هاي تتوضح وتتبسر للجمهورة حتى لا ياخذون على خاطر طبعا كل الجماهر على راسي جمهور الزوراء جمهور الشرطة جمهور الطلبة كل الجماهر العراقي جمهور الميناء كل الجماهير يعني ما ردي عضله مع حد كل الاندية وكل الجماهير على رأسي بس هاي الهجمة ما داعرف شني يعني شنو تفسير وش لقد تنتهي يعني أنا داعشوف أنا ممكن إلى وقت قريب ممكن مسويهاك لقاءات شعرت مو بيشي حسا كلها نقول الله موجود إن شاء الله الله يباور إن شاء الله كل الناس تتغير صورتها علي أتمنى لك التوفيق إن شاء الله وأتمنى إن شاء الله تتوفق بالدور الليبي وإن شاء الله تعود إلى مستواك للمتخب الوطني وهذا النقد من الجماهير العلاقة ترى الجماهير تحب المنتخب لذلك تنتقد بس بعيدا عن السب والشتم طبعا ممكن هذا يكون إليك دافع معناه حتى تعيد نفسك بس أنا ممكن بعض القصص القليلة هاي القصيرة ممكن يرادلها تبسير يعني أكو فيديو ممكن أنت دا تصيح على أمير الإعمار هذا يحتاج لتبسير لأنه متأكد إنه انتظر هاي بالمربع عدا نعب مو يا أمير الله شاهد والله أخوي وصديقي كل اللاعبين المقتربين أصلاً عدي أهم من الأخوتي اللاعبين الموجودين مو صحيح والله مو يم أمير يم بشار دا قل ليش ما جيت على هاي بس هو أمير صار بوتشي يعني شون تفسرت وشونه ليش اللقطة أهمية الثانية أخوي محمد صالحة الله وفقه الله وفقه إن شاء الله ويوفقه فريقه يعني هذا اللي حتشي الحجاة ما يليق بيه كلاعبان ما يليق بيه وهذا التصرف بجوز غلطة تاني صحيح بس مو اللقطة سوالي هيتشي وراء اللعبين ما حد ما شار سوالي هيتشي يعني شونه أنا هذا الموضوع مهم جداً أنه أخذ من قدك تفسير لأنه أنت بالأكسبرينس اللي عندك يعني بالخبرة المنتخبات والاحتراف ما من المعقول تتجاوز من يوم شفتوني متجاوز بالدور العراقي مغلطة على لاعب أو شاتم لاعب له بس هي حالة عصبية شنة وهو ضربني قموا يتصفر مهند السوالي سوالي هيتشي ستطورت متعلي هاي كل القصة ترحت للاتحاد فتصرت هذا الموضوع إن شاء الله أكون بالاتحاد وإن شاء الله والاتحاد هو يأخذ القرار يعني ما عدي أشكله ويه اللاعب أخوي وصديقي يبقى كل اللاعب من أخوته وأصدقائي وجمهور الزورة همين يعني يعني جمهور الزورة تران يعني بصراحة يعني 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 سبوا الشتم والغلط عليه يعني مو طبيعي يعني يعني مو على جمهور الزورة يعني ما أنا أقول لك يجوز ناس من دفعه بس هذا خلح تشيلي كلمتين همام لأن اللقاء طولة يا ناس انتقدوا 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 فنيا إداريا كل الأمور بس يا أخي لا تتجاوزون لأن العراق ترى مو سباب مو شتام العراقي خلوق ومتربي وخصوصاً هاي الناس ممكن خدمة البلد لا فترات معينة فلذلك أيضاً انتقد هذا همام أمامه انتقده بالصورة اللي تريده ولكن لا تتجاوز عليه وعلى عائلته يا ناس ترك كل العوائل كل الشباب عوائلهم يعني حريصين على شرفها وعلى وعلى أخلاقها ما من المأقول تتجاوز عليه هذا التجاوز وانت قابل لأنه محد يقدر يأرفك ويتجاوز عليك بصراحة كل هاي المقولة و بصراحة يعني هاي القاعدة فأتمنى أن تتغير الصورة عن همام وشيل همام من بالهم إن شاء الله يا رب والله ويدعمون همام أي ويدعمون همام أتمنى أن يدعموني وأن يشجعوني وأن نقدم كل ما عدي للمتخب الوطني وكل أخوتي اللاعبين والله قادرين بارحة البارحة علي علي عدنان باللقاء مع الزميل افيان قال بعض المزعطة هو أكيد خلي حتى دقاني لدون ينتقدونه أكو بعض المزعطة بالفعل اللي ممكن تدور لايكات وتدور كومنتات لذلك مثلا تقتص بعض التصريحات عن علي عدنان وتنشرها نشر مو صحيح أو همام أو تقول همام ما لم يقول أو لاعب آخر لذلك ممكن إلك رسالة حول هذا الموضوع حتى أن هذا اللفيف من المزعطة حتى نقضى عليه حتى نحجم دوره ملابس للشورت ولاد ريسي قادي يقيم همام وكل اللاعبين الموجودين أخوتي اللاعبين واحد غلط هو همين لازم يغلط وياه على فلان ما يصير هيتش يعني واحد ما يعرف بالطوبة يقعد يحلل ويقع يعني يقبلها على عائلته شي تقول نقول الله موجود إن شاء الله هو الله دايباع ويأخذ حقنا بس هاي أقولها ما أقول أي شي ولا آني ولا طلعت صرعت على فلان ولا حجيت على فلان وبعض من الإعلاميين همين يعني هم على كيفهم يعني همين نحن طير قدمنا لبلد ما أريد أجيب أسماء أقول الله موجود همين لهو بعض الإعلاميين أيضا ممكن يركبون الروج أنه ممكن مثلا همام اليوم أسهم أن خفضت أكون تقاد واسع خل أزهده يا حتى هو يصعد بسبيل هو يصعد حتى يصعد نفسه يقول لك خلط بقوية الناس ودبلش كم محشاية بعد أقوى حتى سوقي يصعد بس ها يرد أوصل همام أنا يعني أشد من أزرك أنه تعود همام السابق أشد من أزرك أنه تجربتك الاحترافية في الملاعب الليبية أنه تعيدك للمنتخب الوطني وإذا ما عدت يعني مستواك اللي معهود عليه أنا أول المنتقدين همام متحمل من عدي أنا لا من السبابين ولا من الشتامين بس أقول همام مو هذا همام اللي تعلمنا علي صحيح صحيح بس مو على لعبة واحدة يقيسون لا أكيدا هاي لعبة تيران لعبة تيران أنا يعني ليش قبلها بالتصفيات القبلها والقبلها والقبلها شو ما هذا هم سؤال مهم يقولون مثلا همام دائما بالمنتخب الوطني شي سوي أنا خلا هاي من أوضحها لكل الناس مدرب مو عراقي صح ومدرب العراقي همين ومدرب العراقي وكذلك جاء مدرب إجا ما أخذ همام هاي على أخوتي يعني اللي كانوا بالاستديات التحليلية اللي حللوا وقالوا وقالوا أي مدرب إجا ما أخذ همام يعني أي مدرب إجا ما أخذني شنو يعني همام شنو يعني بس همام أنا أقول عمي مو بس آني والله الزين واللي يفرض نفسه الله يوفقه والله العظيم والله العظيم والله العظيم الله يوفقه وإن شاء الله يا ربي يفتحه على المنتخب الوطني وإن شاء الله نعود أقوى وأقوى وأقوى إن شاء الله حبيبا رب وفقك لا لا انت مردت تحكي بي بس انا ممكن اريد اوضع اكبر للجماعي لا طبعا انا بصراحة ما اطلع على اصرح ولاي بس اليوم تعرف التصرحت لي ان انا ادي يعني على سفر وبطولة وان شاء الله لا ان شاء الله تحصلوني انت اخوتي ان شاء الله وانضل على تواصل وان شاء الله كل الموفقية لكم كل الموفقية لكم والقنواتكم وكل الاعلامين الله يوفقهم بمجالهم وان شاء الله يكونوا ندعمين لمتا خلطاني يوم الجماهير وكذاك الاعلامي حبيب حبيب مال